الليالي الرمضانية تواصلت في مختلف المحافظات واجتملت على برامج ترفيهية وبازارات خيرية وفعالية أخرى متنوعة أجواء عائلية وفعالية مجتمعية تميز ليالي رمضان في مختلف محافظات المملكة هذا العام محافظة جرش حريصت على إبراز منتجاتها المصنعة منزليا في بازارات رمضانية مميزة وضمن فعالية تحتضنها يومي الخميس والجمعة طوال الشهر الفضيل يتم عرض المنتجات المحلية في كل محافظة وعرض سواء كانت منتجات غذائية أو حرفية وبيعها للمواطنين بأسعار تسجيعية كذلك يتم إقامة الاحتفالات والمسرحيات والأمسيات الشعرية نشترك في المعارض والمهرجانات لعرض منتجات السيدات الريفيات من حلويات ومنتجات تطريز وتهديب الشماغات وبرضو التواب الأردنية وفي إطار نشاطاتها الرمضانية أقامت الفعاليات الشعبية والرسمية في محافظة مادبة ليلة رمضانية حافلة بالعروض الفنية إلى جانب البازار الشعبي وعروض الحرف اليدوية ومعرض للكتب التي تم توزيعها على الحضور مجانا هذه الأيام الاحتفالية اللي راح تشوفها اليوم في هذه الأجواء الطيب المباركة راح تكون عبارة عن فقرات ترفيهية ثقافية دينية بازارات خيرية الصحيح أن تخلق جو تفاعل تنمو مع كافة طياف المجتمع وإن شاء الله الجميع بكون مبسوطين وإن شاء الله رمضان علينا بيتم بخير العروض الفلكلورية والأناشد الدينية حاضرة في محافظة الطفيلة التي تنظم فعاليات رمضانية تناسب الفئات العمرية المختلفة وتتضمن معارض متنوعة معنا خلال هذه الأيام مجموعة من الفقرات الفنية والتراثية والمعارض ومعارض الفن التشكيلي أيضا الفقرات والفرق الدينية ويضا ستكون هناك مجموعة من المحاضرات واللقاءات على مستوى المحافظة اليوم أنا مشاركة في ليالي رمضان في الطفيلة وهي أول مرة تصير هذه الأجواء في الطفيلة في ألعاب ترفيهية للأطفال وفي أناشيد دينية وفي فلكلور شعبي وكانت أمسي رائعة جدا وعلى امتداد ليالي الشهر الفضيل تتواصل الفعاليات في مختلف محافظات المملكة احتفالا بشهر الخير وتفعيلا للعمل المجتمعي المشترك